بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالجميع هذه تتمة لسيرة أبي بكر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملازمه منذ إسلامه فلم يفارقه سفرا وحضرا حتى توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه أول من دعا إلى الله عز وجل من الصحابة وقام بنصرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعوة إلى دينه فكان ثمرة عمله إسلام أكابر الصحابة كعثمان والزبير بن العوام وأبي عبيدة وعبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص وطلحة بن أبي عبيد لا وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا فلم يكن سلبيا ولم يكن ضعيفا عن تقديم دينه بل كان رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن المقدمين في الدعوة إلى الله بل حمل هم الدعوة منذ إسلامه وجد في تبريغ دينه وكم من أناس بلغوا من الكبر عتيا لم يدعوا إلى الإسلام يوما ولم يتم بذلك عصلا وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم بالصديق حين رجف بهم جبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرحا وشوقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان وفضائله ومزاياه لا يحدها حد ولا يحصيها عد فهو أنقى الأمة بدلالة الكتاب والسنة قال تعالى سيجنبها العتقى الذي يؤتي ماله يتزكى كان تقيا نقيا رضي الله عنه وقد أجمع المفسرون كما يقول ابن الجوزي على أنها نزلت في أبي بكر ادخل الله له دونه جميع الخلق يسامن عليه فكان ثاني اثنين فهو المقدم في يوم الهجرة وصاحبه في الصحبة وفي الخلافة وكان رضي الله عنه معه في حضره وسفره وخصائص أبي بكر ومناقبه جمة عظيمة أتي شجاعة وإقداما جعلته من أشجع الناس خطب علي رضي الله عنه مرة فقال من أشجع الناس فقال أنت يا أمير المؤمنين فقال أما إني ما بارزني أحد إلا أنصفت منه ولكن أشجع الناس أبو بكر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وقد أخذته قريش أول الإسلام فهذا يضربه هذا يتلقاه يقولون له أنت الذي تجعل الآلهة إلها واحدا فوالله ما دنى منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويدفع هذا ويقول وي لكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم بكى علي رضي الله عنه ثم قال أنشدكم الله أبو بكر خير أم مؤمن آل فرعون فسكت فقال والله لساعة من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه وأبو بكر يعلن إيمانه أما جوده وكرمه وإنفاقه المال في سبيل الله ونصرته لدين الله وتبليغه الدعوة فهو الأمر الذي لم يقم به أحد غيره ولم يلحق به أحد سواه حتى استحق شهادة الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم ما نفع عن مال قط ما نفع عن مال أبي بكر فبكى أبو بكر وقال وهل أنا إلا لك يا رسول الله بل وصل الأمر إلى درجة رفيع فكان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه وكانت تضحيته وبذله لله وفي الله وهل لدعوة أن تقوم إلا بمثل هذا الأمر الذي قام به أبو بكر رضي الله عنه فهو المقدم في ذلك والذي آثرت دعوة على نفسه وأهله تقول عائشة رضي الله عنها أسلم أبو بكر وله أربعون ألف دينار فأنفقها رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم اشترى سبعة أو يقول اشترت أبو بكر سبعة من من كان يعذب في الله كبلال وغيره رضي الله عنهم جميعا لم يسبق أبا بكر في هذا المجال حتى عمر رضي الله عنه يقول عن نفسه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقال مثله ثم جاء أبو بكر بماله كله فقال ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي بالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه عليها ما خلى أبا بكر فإن له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة وأما علمه رضي الله عنه فقد كان أعلم الصحابة وأذكاهم وما كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم إلا أبو بكر وعمر وكان أقرأ الصحابة لكتاب الله بل كان يحفظ القرآن ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إماما بالصحابة في الصلاة يوم أن تعب وقال عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وكان أعلم الصحابة بالسنة وأفقههم فيها يرجعون إليه إذا نزلت بهم النوازل وغشيتهم الفواجع فيجدون عنده ما تسكن به قلوبهم وتطمئن إليه نهوسهم ولا أدل على ذلك من يوم وفاته صلى الله عليه وسلم فقد كانت فاجعة جعلت كثيرا من الصحابة يكذبون الخبر حتى عمر رضي الله عنه قال والله ما مات رسول الله بل ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فجاء أبو بكر ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن في بيتي عليه بردة فرفع عن رأسي وقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد بيتها ثم رد البردة وخرج وكلم عمر وقال على رسلك يا عمر أنصت فأبى ثم سكت عمر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وقال من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وترى قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم فسكن الناس كأنهم لم يسمعوا بتلك الآية إلا يومئذ تقول عائشة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم الشرأب النفاق وارتدت العرب وانحازت الأنصار فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها لكن الله عز وجل ثبته وحسم الأمر ورجعوا إليه في يوم مدفنه ومكانه وسمعوا لما قال لهم ما من نبي يقبض إلا دفن تحت مضجعه الذي مات فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اختلفوا في ميراثه فقضى به أبو بكر وقال إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ثم اختلفوا في مانع الزكاة فقال أبو بكر والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة واختلفوا في بعث جيش أسامة هل يرسل ولا لا الجيش الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات ولم يرسل فقال أبو بكر والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه وغنم وانتصر وقد أخذ أبو بكر رضي الله عنه من المعين الصافي وبيّن الحق وصدع به وأعزه الصحابة وعرفوا له قدره لأن له قدرا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يرسل البعوث ويرسل الناس ويقدمهم في الأمور كلها وسيرة أبو بكر رضي الله عنه أشهر من أن تذكر له مواقف كثيرة يصعب حصرها هنا يكفي أنه كان قدره في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسب مكانه فهو اليوم بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مكانه وقد أجمع أهل السنة على أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنتخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره ويقول محمد بن علي رضي الله عنهما المعروف بمحمد بن الحنفية قلت لأبي أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين وهذا من تواضعه رضي الله عنه وعرضاه وقد بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر بالجنة فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الدرجات العلاء ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وهو أول من يدخل الجنة غير الأنبياء والمرسلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي بل جاء أنه ممن يدخل الجنة من أبواب الثمانية كلها وقد نطق بفضل أبي بكر للأخبار واجتمع على ذلك المهاجرون والعنصار قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى وصار على الحجة فما زل ولا كبى وأكثر من الإنفاق حتى تخلل ذلك بروحه ونفسه رضي الله عنه وعرضاه محاسنه كثيرا حسبنا ما ذكرنا وإن شاء الله في اللقاء المقبل نبدأ مع خلافته وكيف ماجت الجزيرة العربية كما يموج البحر لكن ثبت الله أهل الإسلام بعقل وصلابة ودين أبي بكر رضي الله عنه نراكم على خيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة